على فكرة طبيعي جدا ومنطقي جدا انك تحب او تكره تؤيد او تعارض اي رئيس في الدنيا ده بالعكس دي سنة الحياة يعني مش منطقي ان حد ده ربنا سبحانه وتعالى المجمعين على وجود وهو الحق خمسين في المية مثلا او حاجة وخمسين في المية ولكن اللي مش طبيعي انك تشمت او تشتم او تغلط وتبدأ تسترجع ذكريات للأسف اتضح عدم صدق اغلبها يعني خلينا نتكلم بصراحة ووضوح ما تلا يناير 2011 من كلام في الاعلام وفي الصحف في حق الرئيس مبارك وغيره من المسؤولين ثبت بعد كده ان كثير من الكلام ده كان فيه افتعال ولا يطلع فيه 70 مليار ولا فيه غيره اه فيه طبعا اخطاء وستبقى الاخطاء مرتبطة بكل الرؤساء يعني احنا كلينا حلقات في المواجهة عن اخطاء على الرئيس عبد الناصر اخطاء رئيس السادات اخطاء رئيس مبارك وستستمر الاخطاء الى يوم القيامة ولكن ان انت تهدر التاريخ حد لمجرد ان انت كنت بتكرهه او عايز تحمله كل حاجة فده امر غير مقبول لان التاريخ هو عبارة عن محكمة لازم تبقى مقدم فيها يعني كل الدفوع والرؤية واضحة بالنسبة لك حتى يصدر الحكم بامانة دي امانة عندنا ان انت تعرض ما له وما عليه فما بالك بشعب ثقافته ان الموت ليه قدسيته موت الرئيس مبارك يخليك النهاردة تسترجع كل حاجة حلوة هذا الرجل قدمها المصر وحتى لو في حاجات وحشة او حاجات نالت ما يعني ما نالت من نجد فده امر طبيعي جدا لا تعني اطلاقا ولا تؤثر ان الرجل ده ولا كان يعني عمره خاين ولا ينفع تقارنه بجماعة اخرى كان لها يعني اغرضها الخاصة ما ينفعش تقارن الرئيس مبارك بحد تاني هو اخر جيل العظماء من ابطال اكتوبر ولازم نحترمه يعني لازم بعد رحيله نقول الرجل كان ليه ايه وكان انجازاته ايه وحتقول لي طب انت مثلا يعني او الكلام اللي دايما نداري يقول لك انت هتنافق انت هتطبق ايه ده راجل بينها دي الله سبحانه وتعالى ولكن دي شهادة شهادة كلنا مجبرين لو عندنا جزء يعني شوية امانة صغيرين قد كده ان احنا نقول شهادتنا في حق هذا الرجل تاني هقول النهاردة ملفة نظري مع الاحترام للدولة المصرية والتعامل الراقي جدا في الجنازة والمنظر الشيك رئيس اصبق ورئيس عدلي منصور رئيس سيسي ابناء الرئيس مبارك في جنازة عسكرية طليق باحد ابطال اكتوبر لكن تاني هرجع وقول انا مبهور مبهور بسماحة هذا الشعب بجد دي ميزة ياريت نشتغل عليها يعني ياريت دايما احنا اجدع الناس بننشر غسلنا يعني اللي عايز اقول ايه اللي مش نضيف او الغسيل اللي هو فيه كل عيوبنا ماشي لكن لما بتحصل ازمة بينك وبنجارك او جارك بيجراله حاجة او بتحصل حالة وفاة في اخر الشارع دايما بنتلم بسرعة ياريتنا نحتفظ بالروح دي دايما بنجتمع على شيء اجتمعنا دايما على ان من يرحل من رؤساء مصر له كل الاحترام والتقدير انت النهاردة رئيس سيسي عمل قاعدة الرئيس محمد نجيب بعد سنين طويلة هو عايز اي من محمد نجيب او انا كمواطن النهاردة لما اتكلم على الرئيس مبارك وانا يقدر يعمل لي ايه النهاردة رئيس مبارك ولكن دي مصر طبيعي ان يكون تاريخ مصر متأسم وايم على اكتاف الناس دي ومحدش هيحترمك في الدول اللي بره غير لو انت اصيل مع مع رئيس راحل زي بالزبط يعني مش عايز اشبه بالعيلة لان انا شخصيا برفض فكرة الرئيس الاب الاب اب ورئيس رئيس ولكن لازم يقفى احترام للرموز وإلا هتلاقينا دايما في حالة انهيار اخلاقي اكثر واكثر من ضمن الناس اللي موقفهم لم يتغير طوال فترة يعني رحيل الرئيس مبارك وتنحيه وحتى الان الفنانة الكبيرة الهام شهين برحب بيها معانا النهاردة وبعزيها فنانتنا الكبيرة البقاء لله